اشتركوا في القناة الحلقة موجود في منزلة النثرة هي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا موجود في هاي المنزل لغاية ساعة تسعة واربع وعشرين دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة وللمشاكل بما انه القمر موجود في برج السرطان معناته الفترة هاي نشعر بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يظرف الدموع وهو يقلب صور التذكارية في البومه او ذكريات من الماضي يجب ان ننتبه اكثر لا طعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي شهيتنا بتكون فاتحة مفتوحة ومنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا في هاي الفترة الاهتمام بامور الها علاقة بالعقارات او بالمنازل او بترتيب او ديكورات او شراء او استئجار زراعتنا بتماء او شجيرة الانتباه للحديقة الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت منتع بالبيت بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة طبعا في عنا زاويتين هم اللي بأوجهم بتأثيرهم الزاوية الاولى هي اقتران سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها لايغاية يوم 17-3 فبتجعل البعض يعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبدل على عدم استقرار المستوى السياسي ممكن تأثر على امور لها علاقة بالسوائل او بالبحار او بالسفن بالبواخر الغرق او حوادث لها علاقة بهذه الامور لها علاقة بعدم الاستقرار على المستوى السياسي برضو لها بالضواهر البحرية كالفيضانات والطوفان او امور لها علاقة بالغاز او ارتفع الاسعار بالنسبة للغاز او النفط والتسمم الجماعي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وهذه تأثيراتها برضو لغاية يوم 17-3 بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن سلبيتها أن أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل همن زاويتين إيجابيات الزاوية الأولى تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون ذروتها الساعة 7 و37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا تأثيرها طيلة النهار وهي هاي تقريبا من ساعات الفجر الباكر تأثيراتها بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي تأثيراتها من ساعات الصباح طبعا ذروتها الساعة 5 و6 دقائق مساء من مساء اليوم طبعا هاي منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية العلاجية أو الوقائية المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي غشاء الجنب، اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئى، الصفاق الغشاء الحرير اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن من الداخل وبيغط الأعضاء الموجودة داخل البطن الجهاز اللي انفاوي وعدم الصدر بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية اليوم مناسب لهاي الأمور ما في أي مشاكل والقمر بمكانه سعيد فهذا بعطي متائج إيجابية ولكن ما زالت الأجواء رغم أنه القمر سعيد والشمس سعيد فهنا بأثر على عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مثل الحقن والجراحة يعني إذا كانت اضطرارية ما في أي مشاكل يعني بتمشي الأمور ولكن إذا كان في مجال التأجيل بيكون أفضل لانتحاسة الزهرة بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فاليوم مناسب جدا ما في أي مشاكل فيه وممكن قلي يشعروا ببعض الأعراض أو الآثار بندول أو برستيمول يفي بالغرض بالنسبة إلى القمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد يوم 13-3 بيبدأ فيه تمام الساعة 43 دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة 7-31 دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 10 أيام في تمام الساعة 9-8 دقائق صباحا بصير عمره 11 يوم نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20-3 الآن هي سعيدة بنسبة 15% ولكن مع ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة 45% القمر في السرطان حتى يوم 13-3 الآن هو سعيد بنسبة 60% في ساعات الظهر بتصير سعيد بنسبة 85% عطارد في الحوت حتى يوم 27-3 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 15-4 منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 10% زهرة في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكو في أمور إلها علاقة أو إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شي إنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة خلال هذه الفترة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن شوي بدها بعض الحذر من التصرفات العدائية أهم شي إنكم تخالف القوانين والإشارات والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو ممكن تسمع بعض العتاب أو اللوم أو الكلام اللي ما بناسبك أهم شي ضبط العصاب وما يكون فيه مشاكل وحاول إنك تهمل كل الكلام اللي ممكن يأثر على نفسيتك أو ممكن يعني شوي هيك يكون بعض الكلام يكون جارح شوي برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا القصيرة يعني عندكم نشاط عالي جدا اليوم بتكونوا يعني عندكم حيوية عالية واتصالات كثيرة فأهم شي تكونوا أكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لا اجتياز امتحان عبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات ما تتركوا مجال للغمض باستطاعتكم مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم يعني زي ما حكينا ما رح تهدأ وتيرتك إن كان من الحركة أو من الاتصالات والتواصل مع الأشخاص برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن اليوم يستردوا بعض الأموال اللي إلهم أو يهتموا بأمور إلها علاقة بالأمور المالية أو يحصلوا على هدية أهم شي تخففوا من النفقات ممكن اليوم تناقشوا موضوع إلو علاقة بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية اللي كنت تحلم فيها أو مثلا عليك الديون بتحاول إنك تسددها أو تجدولها في الفترة هاي المناسبة بتفتح أمامك هاي الفترة أبواب للحوار والنقاش البناء أهم مش إنك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك بدون أي سوء تفاهم برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شي ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات إلى أجواء واعدة بتكون بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر هاي الفترة بداية مرحلة جديدة هي تعتبر من أجمل أيام الشهر لأن القمر الآن من عندكم بدو يبدأي عد للبيوت اللي بتساعدكم فلكيا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم 13 فعشان هيك بيسيطر التعب عليكم انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل للبعض منكم بعض الخسائر أو الفشل أو التعب الصحي خلال هاي الفترة فعشان هيك حاولوا أن تبعدوا عن أي إصدار للقرارات الحاسمة عشان ما تفشل أعمالكم في حصد النجاح وممكن تخيب أمالكم لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة أو أشخاص يوعدوكم في شيء وما يوفوا فيه برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنكم تتجنبوا انتقاد أي أحد اليوم بناسبك في العمل مع مجموعة من الزملاء أو الآهل أنت اليوم بحاجة للتحالفات مش بحاجة للعدوات ولا للمشاحنات بتفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على التأييد وبتشارك في ورشة عمل بتناسبك أهم من شيء أنت تكون جاهز لهاي الأمور وفي نفس اللحظة زي ما حكينا خلي كلامك واضح بدون مشاكل برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهم شيء أنك ما تخشى المواجهة والمنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي إجمالا لأنه القمر بشكل زاوية تربيع معك وهذا اسمه بيت السمعة ففيها بعض القلق وبعض التوتر أهم شيء أنك ما تخال في القوانين وما تجازف بسمعتك برج العقرب بالنسبة لكم يا موليد برج العقرب اليوم رح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق إلها علاقة بالمجال القانوني أو اتصالات بعيدة أو تعاون ما بينك وبين أجانب أو تواصل معهم أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وهاي الشغلة بتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن حاول أنك تتحرك احصد الفترة هاي ممتازة جدا يعني من أجمل الفترات اللي ممكن أنك تستغل فيها كل الأمور الضرورية والمهمة برج القوس بتنهمكوا في ضبط شعونكم المالية المشتركة ورغم أن فقط تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويب أهم شيء أنك تتصرفوا بدون تباطئ لا تصحيح الأوضاع لا إعادة بعض الأمور لنصابها بتكوا تحذروا من مخالفة القوانين والتعليمات حاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو موضوع إداري إلا أجواء ماليا يعني جيدة بتفتح بعض المجالات وخصوصا الأموال اللي بتكون مشتركة قرض بتأمين ضريبة أمور هاي اللي أنت رح تهتم فيها أكثر برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو بشركاء العاطفة أجواء جيدة للتفاوض والتحاور ما بينكم بين الشركاء أو للمصالحات ولكن بدون فرض الرأي أي فترة شوي متوترة وممكن تتورط في أزمة ما لأنه القمر مقابلك طاقتك ضعيفة فهذا الشيء ممكن يخليك تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين فأنا بحكي لك لا بأس في هذا الموضوع لأنه لصالحك لأنه ما بدي تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم أهم مش إنك ما توجه انتقادات لأحد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا أنه اليوم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو مسؤول في العمل أو مراجع في العمل أو زبون حاذروا من التراجع الصحي لأنه الصحة شوي بتكون ضعيفة في الفترة هاي غيروا من الأولويات إذا دعت الحاجة مات عنده باكروا للعمل تفادي لأي تأخير في العمل لأنه الفترة هاي بتركز على العمل وعلى الصحة أكثر شيء فهذو الأكثر أمرين بدكوا تهتموا فيهم خلال هذه الأيام برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ولأنها هاي فترة مميزة جداً القمر في البيت الخامس وهو بيت الحضوض والعاطفة فاليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط للحب فنشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على الاستيعاب لبعض الأمور ممتازة جداً برضو هاي الفترة جيدة للتقرب من الأحبة خصوصاً لو كانوا أبناء أو من أفراد العائلة أو من المقربين فهذا شيء بدعمك بشكل كبير وهاي فترة إيجابية جداً حاول أنك تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء